ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس وأشاد الصالح بتحقيق المجلس المركز الأول عربيا والثالث عشر عالميا في مؤشر النطج الرقمي للبرلمانات بموجب نتائج تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي 2024 والصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بعد ذلك قرر المجلس أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949 ثم انتقل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة إضافة إلى إيجاد آلية قانونية تكفل جميع حقوق جميع الأطراف وتشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري هذا المشروع يتألف من ست فصول تتضمن مهم وصلاحيات الجهة المختصة والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت وتنظيم أحكامه المتعلقة بالعقود وبالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق والمسئولية الجنائية وأحكام متفرقة والنقاش اليوم كان استكمال للنقاش في المرة السابقة بعد الموافقة على المشروع تمت مناقشة جميع المواد وصلنا إلى الموافقة من قبل مجلس الشورى وهذا توافق مع الحكومة الموقرة ومع قرار مجلس النواب طبعا هذا القانون راح ينظم مشروع اقتسام الوقت في مملكة البحرين وهذا يضيف إلى جميع الإنجازات التي حققتها بحيث أنه ينظم كل العملية من ناحية إجراء العقود والحقوق والواجبات سوء كان للمستفيدين يضمن حقوقهم وحتى إلى المستثمرين في مملكة البحرين ورح إن شاء الله يشجع من الاستثمار في مجال السياحة في مملكة البحرين ويساعد في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة مشروع القانون يتضمن العديد من الضمانات والضوابط التي تحمل متعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال ويضع قواعد وإجراءات وشروط منح الترخيص وتجديدها ويبين الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية وآلية إصدار الترخيص والتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت ترجمة نانسي قنقر